مشاهدي القناة قبل من دخل في الموضوع اللي كي شاهدنا اول مرة يشترك معنا في القناة ويفعل جرس ولي كي يتعب القناة ما ينسى شي دعمنا بلايك وبرتاش لانهم اللي كنت نول هكذا موضع راه القناة كتتعرض لهجوم ديال الدباب الالكتروني الجزائري لذلك فهو الدعم ديالكم مطلوب وشكرا لكم جميعا إذن باش ندخل الموضوع اليوم ما كيخفاش على أي حد عنه المغرب لم يكيحصل شي تقدم كبير في القضية ديال الترابية إلا والسعار ديال الجزائر كيزداد والتهديدات ديال الجزائر كيزداد والتهديدات موقفاتش فقط على التهديد بمعنى التهديد وإنما بدأت كتهاجم كتهاجم المغرب فعليا كيفاش كتهاجم المغرب كتهاجم المغرب عن طريق الحرب من الجيل الخامس حرب الجيل الخامس مشي الحرب ديال العسكر كي يضربوه أو للعات الصواريخ أو الدبابة وإنما هي حرب إلكترونية الجزائر أو بالأحراء المخابرة الجزائرية رصدات واحد مبالغ مالية كبيرة جدا القسم الخاص دياله هو قسم الدعاية للبروباقاندا وجندات العديد من الدباب الإلكتروني الجزائري الهدف دياله هو يضرب المغرب ولكن الحاجة اللي كانت من الجميع ديال المغربين ينتبهون لها بالخصوص بالخصوص المغرب المؤثرين يعني اليوتيبر المغربة اللي عندهم اللي كانين في الفيسبوك اللي كانين في تويتر في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ينتبهوا بزاف لحسابات موزيفة أقولها وأشدد حسابات موزيفة جزائرية كالدخل لأنها مغربية والخطير في ذلك أن حسابات موزيفة جزائرية دخلت على أنها محسوبة على فرق مغربية وهاجمات فوزي القجع من كلك يعرف أنه في وجه القجع كيشكل واحد الشوكة في الحلقة ديال الجزائرين لأن هذا سيد خرج لهم من الجنب ديالهم في وجه القجع هو خل الصحراء المغربية تتمعن بالوجود ديره في الجهاز الإفراقي لأنه كانت مناورات جزائرية بيش تدخل الجبهة المزعومة للإتحاد الإفراقي وكل القجع وقف لهم بالمرسال ودخلوا أحد البنت لكي يقولي أنه أي دولة ما معترفاش به الأمم المتحدة ما يمكنش يكون في الإتحاد الإفراقي وانتهى القمر لكن أنا اليوم جيت فقط نهدر لكم على ما وقع للأسد أنا أسميه أسد فوزي القجع وإنما أخطر من ذلك هناك حسابات مزيفة جزائرية كتدعي أنها مغربية وقدرت فريقها في المغرب بين يعني العرب والأماذيخ وهذا هو الخطير في المغرب هذا هو الخطير في الأمر انتابوا إخواني المغاربة رهد حسابات رهد حسابات جزائرية مزيفة كيدخلوا للمواقع التواصل جمعين لأنهم مغربوا ولكن في الأصل هما جزائرين ولكن هذي الجزائرين هذي المخابرات الجزائرية رتنسات واحد الشيء مهم جدا في المغرب لما كان عندهم هما في الجزائر أن المغرب متعدد التقافات وأن المغرب شعار دياله الكبير هو تسامح بين جميع التقافات بما فيها التقافة العربية الأماذيخية واليهودية ومؤخرا حتى المسيحية باعتبار أن المغرب فيه بزاف يعني المهاجرين من أصول المسيحية سواء من أوروبا من أفريقيا من آسيا أو من غير ذلك وبالتالي فالمغرب هو متعدد التقافات والمغرب الشعار دياله الدائم هو التسامح ثم التسامح ثم التسامح وإحنا ما عندناش ذك ذك العنف العنف اللفظي والصراع التقافي اللي كانت في الجزائر المغرب بلد تسامح وكل ثقافة عند هالوجود ديالها في البلاد ما ديس يجيو جزائريين داخلين عليهم أسنر على أساس أنهم مغاربة المواقع التواصل الشمائي وديديروا البلبلة بين المغرب وهذا الغباء ديالهم من الغباء ديالهم لأن المسألة الأمازيغية هم تروحة بشدة في الجزائر القبيل وكي طلبوا بالاستقلال ديالهم القبيل من الضمين واحد تنظيم اللي هو كيخلع الدولة الجزائرية كيخلع المخابرات الجزائرية وكل الغباء ديالهم إنه إلا مشوف هاد الاتجاه فهذا غديزيد يخلي القبيل طلب أكتر وأكتر بالاستقلال ديالها موسيقى موسيقى